بسم الله الرحمن الرحيم والنجم والشجر يسجدان والسماء أرفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تفسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكية والنخل ذات الأكنام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الجان من مالج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجم ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم إن هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواض من نار ونحاسوا فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن دنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمان يعرف المجرمون بسيما فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الجهنم التي يكذب بها المجرمون يعرفون بينها وبين حميم آم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتها أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطاء ومن استبرق وجنى الجنة البدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدامتان مدامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عيناننا ضغتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان في إن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطنفهم لإنس قبلهم ولا جهان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدامتان متكهين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر